الى مقدمة النشرة فالتفاصيل في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الحلول السلمية تصاعد طائراتهم الحربية من غاراتها تمعن في قتل اليمنيين اكثر واكثر وتجهز على ما تبقى من عوامل الحياة في القرى والمدن وفي الوقت الذي يتشدقون فيه بان هدفهم مصلحة الشعب اليمني تتعمد بوارجهم الحربية اطباق الحصار الجائر ومنع الدواء والغذاء وكل ما له علاقة بالشعب وحياته اليومية من الوصول الى الموانئ التي كانت هي الاخرى ضمن بنك اهدافهم الاجرامية نصف عام واكثر ولغة الطائرات والمدافع والقنابل النيترونية والصواريخ الموجهة هي السائدة وهي المتحكمة بتلابيب المشهد ما دفع احرار العربية السائدة لرد الصاع صاعين والشروع في مرحلة نضالية جديدة وتدشين ايام الوعد والعهد من ايام الله في يمن الايمان والحكمة نصف عام واكثر ورائحة الموت تتنقل من قرية الى اخرى يتوزع صبب حمامها واحقادها طفل رضيع وكهل مسن رجل وامرأة لا فرق في الاهداف فيكفي ان تكون يمنيا حرا شريفا لتطالك يد الارهاب السعودي ويكفي ان تحافظ على عروبتك وآدميتك واصالتك وتاريخك حتى تنظم لبنك اهداف العدوان الكوني نصف عام واكثر والمملكة وعملاؤها يبحثون عن مصلحة الشعب اليمني بالقتل والتدمير والحصار ونشر الفوضى والارهاب فمصلحتنا وفق رواية الرياض تكمن في التسليم لجماعات التطرف والارهاب ومستقبلنا وفق ارادة ابو ظبي يكمن في تكمين او في تمكين عدوات القتل من كل شيء حتى غدت عدن انموذجا يحتذا ومشروعا تبشيريا ينتظر كل المدن والمحافظات ففي المناطق المحتلة من ارضنا العزيزة الطاهرة تتقاطر قوة المرتزقة متعددة الجنسيات دون ان يشعر العملاء الخونة ولو ببعض الحرج وهم يفتحون ارضهم للاجنبي ويبيعون ما تبقى لهم من كرامة وضمير متوهمين ان الغزاة ليسوا الا ابطال فاتحين وان المحتلين ليسوا الا محررين وان القوات الاجنبية التي وصلت عدن وستصل اليها سرعان ما تغادرها في حالة الطلب فلو كان الامر كذلك لمحتاج شعبنا لتقديم الالاف من الشهداء في سبيل الاستقلال وطرد الانجليز فما يحدث اليوم ليس الا مشروعا استعماريا جديدا واحتلالا فاضحا ستؤكده الاسابيع والشهور القادمة حينها لن يتجرأ اي عميل على طلب خروج الغزاة فحينها ستصبح كل الاوراق مكشوفة ووحدهم الشرفاء الابطال الاشاوس من رجال التضحية والفداء من سيتصدرون الموقف كما يفعلون اليوم امام العدوان الغاشم ليعلن ميلاد مرحلة تاريخية جديدة يسطرها ابناء اليمن في كتاب الملاحم البطولية التاريخية لشعب الايمان والحكمة فيوجه الصفاعات التل والاخرى على وجه المعتدي ومرتزقته حتى يدون من جديد مقولة ان مقبرة الغزاة رفضت المحتلين ولفضت العملاء لتكون العبارة الاولى في فصل معركة دحر الغزاة واسقاط عدوانهم الغاشم نصر من الله وفتح قريب